على غير العادة أمين جدة يتحدث عن المشاكل ثمانين بالمئة من مباني جدة مخالفة للأنظمة والتعليمات وما تلتزم بأي معايير نشوف كلنا يدعي حبا ووصلا بجدة ولكن هل لمن يدعي الحب أن يسلب مدينته هيبتها هل يتفق الحب مع استباحة الحرمة وتشويه الجمال جدة اليوم فيها ما لا يقل عن ستين حي عشوائي ثمانين بالمئة من مبانيها مخالفة للأنظمة والتعليمات وبها ثمانمائية وخمسين ألف حفرة يجب علينا إغلاقها هذا العام فقط ومنها تسعين ألف بيارة مفتوحة إهمالا من من يعمل في هذه المدينة المستقعات والبعوض يغز جدة دون اهتمام حاملا حم الظنك بذلا من حم المحبة والوجد جدة أيها الحضور الكريم تصارع محبيها الذين يعتدون على أراضيها وجدة تحاول أن تدافع عن نفسها من من قطعوا ثوبها ورقعوه بالورش والبقالات العشوائية وفرشات الخضار حتى غلبت الرقع على ما تبقى من الثوب إن جدة لم تلتزم لا في كود عالمي ولا في كود سعودي في تخطيطها المدينة الوحيدة في السعودية التي لم تلتزم بأي أنظمة صادرة من السعودية الحضور الكريم إن نقطة البداية لرسم الهوية العمرانية لأي مدينة ننتقل للإيجابيات هي أنثنة المدينة أنثنة المكان هي نقطة البداية الصحيحة لتحقيق ما ننشده في رؤية 2030 للمدن السعودية الرؤية التي شدتت على جانب الهوية وعلى تحسين جدة الحياة وعلى الاتقاء بالتصميم الحضري وبالبيئة بصفحة عامة يعني أمين جدا الأستاذ صالح التركي تحدث بصراحة متناهية عن الوضع الراهن في جدة جدة التي جميلة جدا بأهلها بمبانيها القديمة بإمكاناتها الكبيرة جدا ولكن هذا الحال لجدة يضع أمانة جدة على المحك تتكلم عن سنين ماضية لأمانة جدة واضح أنه ما كان في ذاك العمل الكبير جدا بناء على الأرقام والإحصاءات التي تحدث عنها أمين جدا ولكن نحن اليوم أمام كلام كبير جدا وستكون ردة الفعل بإذن الله في الميدان من قبل أمين جدا أولا وأهالي جدا من خلف هذا الأمين الصالح بإذن الله لهذه المدينة الجميلة